السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رح نبدأ يا سابع اليوم إن شاء الله في دارس جمع المقادير الجبرية وطرحها قبل ما نبدأ في الجمع والطرح بدنا نحكي عن شغلة مهمة جدا هلأ أخذنا في المرة الماضية عن الحدود الجبرية هلأ الحدود الجبرية لحتى نعمل عملية الجمع أو الطرح يا سابع لازم تكون الحدود الجبرية الموجودة معنا متشابهة إذن لحتى نجمع أي حدين أو أكتر من الحدود الجبرية لازم تكون عندنا الحدود الجبرية متشابهة حتى تتم عملية الجمع أو الطرح لما نحكي عن حدود جبرية متشابهة بتكون متشابهة بالمتغير مش بالمعامل بتكون متشابهة بالمتغير يعني مثلا لو إجينا للحدود اللي موجودة معنا في عنا هنا X 34X وعنا سالب 5X هلأ منطلع المتغير أش هو المتغير X هلأ بما إنه المتغير XXX إذن هاي اش بتكون عندنا حدود متشابهة عندنا 2XY سالب 28XY وعندنا XY إذن المتغير XY نفسه فإذن بتكون حدود متشابهة عندنا نون تكعيب نون تكعيب نون تكعيب كمان إيش بتكون عندنا حدود متشابهة بينما لو كان عندنا X X تكعيب X قوة 5 إيش هنا صارت عندنا الحدود هاي مختلفة لأنه X مش نفس X تكعيب فلما تكون إذن المتغير غير متساوي إذن بتكون حدود غير متشابهة مع أننا مثلا XY X Y قوة 5 نفس الإش حدود غير متشابهة عندنا W, Z و M كمان هاي رموز مالها مختلفة فبتكون حدود غير متشابهة هلا بهاي الحالة ما بتجوز عندنا عملية الجمع عملية الجمع بتحدث فقط إذا كانت عندنا الحدود متشابهة يعني بتحتوي على نفس المتغير حدود متشابهة بتحتوي على نفس المتغير هلأ بنا نعمل عملية الجمع أو الطرح يا سابع لحدود جبرية متشابهة هلأ كيف يعني مثلا اكتب كل مقدار جبري مما يأتي بأبسط صورة عنا ثلاثة اكس زائد أربعة اكس طيب هلأ بنطلع ايش عنا هان اكس وهانا اكس بما انها اكس واكس ايش بتكون عنا متشابهات بما انهم متشابهات بنقدر نجمع ثلاثة اكس زائد أربعة اكس شب تعطينا سبعة اكس عنا أربعة اكس ناقص ثلاثة اكس نفس المتغير اللي هو اكس بنقدر نطرح أربعة ناقص ثلاثة شب تعطينا واحد اكس اللي هي عشان نكتب الواحد ما فيه له داعي أصلا نكتبه سبعة زيد زدتي زائد ستة زدتي نفس الاشي عنا الحدود المتغيرات متشابهة اذا بقدر اجمع سبعة زائد ستة بتعطيني تلتاش عنا زدتي تسعة واي قوة خمسة ناقص واي قوة خمسة لما ما يكون مع المتغير عدد من اعتبره واحد فمتصير عنا تسعة ناقص واحد اللي هي كم تمانية واي قوة كم واي قوة خمسة لأن الحدود الموجودة معنا متشابهة يعني المتغير اللي موجود فيها متشابه إذا بنقدر بنعمل عمليات الجمع أو الطرح طيب خلينا نحل أتحقق من فهمي صفحة تسعة وخمسين ستة اكس زائد اتنين اكس عنا نفس المتغير إذا بقدر اجمع ستة زائد اتنين اللي هي اش بتعطينا تمانية اكس عنا تنين ونص واي زائد نص واي كمان نفس الاشي نفس المتغير واي واي إذا بقدر اجمع تنين ونص زائد نص اش بتعطينا تلاتة واي تلاتة جي اف ناقص جي اف هلأ هلان اش حكينا من اعتبر العدد واحد اثنين جي اف تناش واي يو قوة خمسة ناقص ستة واي يو قوة خمسة نفس الاشي المتغيرات بنحكي تناش ناقص ستة بتعطينا ستة واي يو قوة خمسة هلأ بدنا نستخدم يا سابع خصائص العمليات لحتى نحسب عنا ونكتب الحدود اللي موجودة معنا بابسط صورة رح نستخدم اكتر الخصائص اللي هي الخاصية التجمعية والتبديلية وخاصية التوزيع هدولا الثلاث خصائص اللي رح نستخدمهم يا سابع طيب نبدأ بأول خاصية هلأ لو كان معك يا سابع ستة بي أم ناقص ثلاثة كيو بدي أجمع لها اثنين بي أم زائد سبعة كيو هلأ لو اجينا اطلعنا يا سابع أنا عندي هنا ستة بي أم ناقص ثلاثة كيو هنا عندي بي أم وهنا كيو بصير أطرحه من بعض لأ لأنها أجمل هالمتغيرات مختلفة هلأ شو بدي أعمل بدي أعمل خاصية أبدل وأعمل تجميع بأقواص لم يلا الحدود المتشابهة يعني الستة بي أم هاي الموجودة مع مين بتشبه بتشبه الاثنين بي أم إذا بأخذ الستة مع مين مع الاثنين وإذا اجيت للكيو الثلاثة كيو اللي موجودة بتشبه مين بتشبه السبعة كيو فبأخذ الثلاثة كيو مع سبعة كيو فبتصير ستة بي أم زائد اثنين بي أم هدول ايش بيقص هلأ وعننا سالب ثلاثة كيو زائد سبعة كيو ايش بتكون عنا في قص هلأ منيجي نوجد الأقواص نوجد القواص الأول ستة زائد اتنين شو بتعطينا ثمانية بي أم هلأ زائد سالب ثلاث زائد سبعة إشرات مختلفة منطرح ومنأخذ إشارة العدد الأكبر تطلع معنا موجب أربعة إكيو تكون هيك الجواب في أبسط صورة إذا منأخذ الحدود المتشابهة مع بعض منجمحها بأقواص بالخاصية التجميعية منوجد العملية منأخذ كل قواص الحال منوجد الناتج لإلويا سابع كمان سؤال لو كان عندنا أربعة إكس تربيع وي زائد ت زائد عندنا ثلاثة ت ناقص إكس تربيع وي نفس الإشي خلينا نأخذ الحدود المتشابهة مع بعض منأخذ أربعة إكس تربيع وي مع إكس تربيع وي ومنأخذ ت مع مين عندنا نأخذ ت مع ثلاثة ت فبتصير أربعة إكس تربيع وي ناقص إكس تربيع وي نأخذها مع إشارتها وعندنا ت زائد ثلاثة ت طيب أربعة هانا إش حكينا منعتبرها؟ منعتبرها واحد هانا نعتبرها واحد أربعة ناقص واحد شو بتعطينا ثلاثة إكس تربيع وي زائد ت نفس الإشي هانا منعتبر واحد واحد زائد ثلاثة شو بتعطينا أربعة تي يكون الناتج في أبسط سورة يع سابق طيب خلينا انحل أتحقق من فهمي صفحة ستين نبدأ بفرع تلات عنا سبعة سي آر ناقص ثلاثة كيو زائد اتنين سي آر زائد سبعة كيو طيب حكينا منأخذ الحدود المتشابه مع بعض السبعة سي آر منأخذها مع اتنين سي آر ومنأخذ الثلاثة كيو مع مين مع سبعة كيو طبعا منأخذها ايش حكينا مع الإشارة مع الإشارة إذن سبعة سي آر زائد اتنين سي آر مع بعض ومنأخذ سالب ثلاثة كيو زائد سبعة كيو مع بعض سبعة زائد اتنين تسعة سي آر سالب ثلاثة كيو وموجب سبعة كيو إشارات مختلفة منطرح منأخذ إشارة العدد الأكبر اللي هي الموجب 7-3H تعطينا 4Q إذن بتصير عنا 9CR زائد 4Q سأل بالفرعة اللي وراه عنا 7XY زائد 4C زائد 3XY ناقص 8C يلا ناخد 7XY مع 3XY ومناخد 4C مع سالب 8C إذن 7XY زائد 3XY مع بعض ومناخد الموجب 4C ناقص 8C مع بعض 7 زائد 3 شو بتعطينا 10XY موجب 4 وسالب 8 إشارات مختلفة مناخد إشارة العدد الأكبر اللي هي سالب بتصير 4C سالب 4C الفرع الخامس عنا 4X دعنا بس نتأكد 4X 4X زائد 4C تربيع زائد 6X ناقص 2C تربيع طيب ناخد هلا الـ 4X الـ 4X مع 6X وبدنا ناخد الـ 4C تربيع مع الـ 2C تربيع 4X زائد 6X مع بعض وموجب 4C تربيع ناقص 2C تربيع مع بعض 4 زائد 6 شو بتعطينا 10X موجب 4 وسالب 2 موجب 2C تربيع إذن 10X زائد 2C تربيع آخر فرع 19T زائد 13S تربيع زائد 4S تربيع ناقص T طيب ناخد 19T مع الثالب T وبدنا ناخد 13S تربيع مع 100 مع 4S تربيع صارت 19T ناقص T مع بعض و13S تربيع زائد 4S تربيع مع بعض طيب نوجد الناتج 19 هنا ايش حكينا من اعتبارها 1 19 ناقص 1 18T موجب هلا عنا 13 زائد 4 من جمع بتطلع معنا 17S تربيع إذن 18T زائد 17S تربيع يا 7 طيب آخر فكرة موجودة معنا إذا كان هلا بين الأقواص إشارة سالب يعني مثلا لو اجينا حكينا 2Y زائد 3 على 4 ناقص عنا 6Y ناقص 1 على 4 هلا إشارة السالب اللي موجودة عنا قبل القوس بتأثر يا 7 إشارة السالب بتأثر أول شغلة منوزع إشارة السالب ايش عنا على القوس فرح تصير عنا 2Y زائد 3 على 4 ناقص 6Y هلا هاي السالب ايش بدها تصير معنا بتصير موجب إحنا مننا عكس الهلا الإشارة يعني 6 كانت موجب أش بتصير سالب الربع كان سالب إش سارعنا موجب هلا منأخذ الحدود المتشابهة مع بعض يعني بدنا نأخذ الـ 2Y مع سالب 6Y ومنأخذ ومنأخذ 3 على 4 مع مين مع الربع إذن 2Y ناقص 6Y زائد 3 على 4 زائد ايش عنا ربع هلا 2 ناقص 6 اش بتعطينا سالب 4Y زائد 3 زائد 1 اش بتعطينا 4 على 4 و4 على 4 هاي ايش طبعا بتساوي عنا بتساوي 1 يعني بتطلع عنا 4Y زائد 1 4Y زائد 1 إذن بدنا ننتبه لإشارة السالب يا سابع إذا أجت معنا مندخل أول إش إشارة السالب على القوس بعدين منكمل العملية الموجودة معنا تب خلينا نحل كمان سؤال لو كان عنا 6X زائد 5 على 6 هذا اتحقق من فهمي كمان صفحة 60 بدنا نطرحها من X ناقص 2 على 6 هلا في البداية مندخل إشارة السالب تصير عنا 6X زائد 5 على 6 ناقص X زائد 2 على 6 إذا ندخلنا إشارة السالب هلا بأخذ 6X مع مين 6X مع سالب X طيب 6X ناقص X زائد 5 على 6 مع موجة ب2 على 6 6X ناقص X شو بتعطينا 5X زائد 5 زائد 2 7 على 6 إذن بطلع معنا 5X زائد 7 على 6 كمان سؤال عنا سالب 1 صحيح 75 بي ناقص 7 ناقص عنا 22 25 بمية بي زائد 3 ونص طيب هلأ أول إشي حكينا مندخل إشارة السالب دوسير عنا سالب 75 بي ناقص 7 ناقص 2 وربع بي ناقص 3 ونص إذن دخلت إشارة السالب على القاسية 7 طيب هلأ سالب 1 و 75 بالمية بي ناقص 2 25 بالمية بي وسالب 7 ناقص 3 ونص مع بعض إذن هلأ بدي أخذ هدولا مع بعض وهدول إش مع بعض طيب سالب 1 و 75 بالمية وسالب 2 وربع إشارات سوالب إذن ننزل إشارة سالب ومنجمع إش بتعطينا سالب 4 بي سالب 7 ناقص وسالب 3 ونص كمان نفس الإشارات متشابهة بدنا نجمع سالب 7 وسالب 3 ونص سالب 10 ونص سالب 10 ونص نشوف كمان مثال 7 نكمل حتى حل أتحقق من فهمي فرع 5 عنا 6 dx تربيع ناقص 3 z ناقص 2 مضروبة dx تربيع زائد 4 z طيب هلأ أول إشي عندي أنا عندي سالب 2 سالب 2 هي الموجودة قبل القص بدخل سالب 2 على ايش على القص فعندي 6 dx تربيع ناقص 3 زد بتنزل هلأ مندخل السالب 2 شو بتصير معنا بتصير سالب 2 dx تربيع سالب مندخل السالب 2 2 ضرب 4 شو بتصير سالب 8 زد إذن بدخل السالب 2 كلها هاي بدخلها على القص بضربها مرة بdx تربيع بتعطيني سالب 2 dx تربيع ومرة ب4 زد أشو بتعطيني سالب 8 زد هلأ بأخذ الحدود المتشابهة مع بعض 6 dx تربيع مع سالب 2 dx تربيع وبأخذ السالب 3 زد مع سالب 8 زد بصير عنده 6 ناقص 2 اللي هي 4 dx تربيع وسالب 3 أو 8 إشارات متشابهة بجمع سالب 11 زد سالب 11 زد يا 7 نحل آخر فرع موجود معنا اللي هو آخر فرع خيرنا نشوف أشو هو تحقق من فهم اللي هو أشعر لنا 2 سي تربيع 2 سي تربيع V إذا لدينا 2 سي تربيع V زد 4 H ناقص 3 مضروبة ب سي تربيع V ناقص 5 H هلأ أول إشي إذن مندخل السالب 3 على القص بتصير 2 سي تربيع V زد 4 H ناقص هلأ ندخل السالب 3 حكينا إش بتصير معنا بتصير سالب 3 تربيع V سالب وسالب إش بتصير موجب 3 بخمسة 15 إتش هلأ بأخذ المتشابهات الاتنين سي تربيع V ناقص 3 سي تربيع V مع بعض موجب 4 إتش زاد 15 إتش مع بعض 2 ناقص 3 بتعطينا سالب 1 سي تربيع V زاد 4 زاد 15 19 إتش طبعا الواحد لو كتبنا أو ما كتبنا ما سابع ما بهمنا ما في أي مشكلة السلام عليكم رحمة الله وبركاته